ثمن وزير العدل المستشار عمر مروان اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية الملكية الفكرية في إطار توجه الدولة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 جاء ذلك في كلمة وزير العدل الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في بيئتين التقليدية والرقمية والذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي وتنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأشار وزير العدل إلى مشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات القضائية بعدد من الدول العربية وخبراء متخصصين بهدف الخروج برؤى قضائية تحقق الوقوف على الممارسات الأفضل لمواجهة التحديات الجديدة في مواجهة حماية الملكية الفكرية سنة 1954 اتحط أول قانون في قانون جديد خالص صدر سنة 2002 برقم 82 سنة 2002 ده كان قانون شامل حدث من القانون الصدر سنة 1954 حالياً إحنا بنعمل تعديل على هذا القانون ليواكب التطور الجديد في مسألة الملكية الفكرية وأيضاً معا مشروع قانون آخر بيوحد الجهات المسؤولة عن الملكية الفكرية دايماً فيه ربط بين البحث العلمي والصناع ده دور منوت لأكاديميات البحث العلمي في جمهورية مصر العربية بعد ما بينتج من البحث العلمي تطور صناعي بيتقدم لمكتب براءات الاختراع لتسجيل براءة الاختراع عشان يحصل على ميزة تنافسية وده اللي الشركات الكبيرة كلها بتعمل عليه إن بعد ما بيطلع منتج تكنولوجي مطور بيتم حمايته ببراءات الاختراع عشان يقدر يحصل على ميزة تنافسية في الأسرع